السلام عليكم معيط الخزانة العامة ستحصل على 50% على الأقل من طروحات المجتمعات العمرانية قطر للإستثمار يستأنف مفاوضات الاستحواذ على حصة الحكومة في فدافون مصر معيط الخزانة العامة ستحصل على 50% على الأقل من طروحات المجتمعات العمرانية كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم التوافق مع هيئة المجتمعات العمرانية على حصول الماليات على ما لا يقل عن 50% من أي استثمار لديها لصالح الفرزانة العامة وقال في مؤتمر صحفي إن إرادات الرأس الحكمة بالجنيه ستساعد في تقليص عجز الموازنة عن المستهدف فيما لم يحدد قيمة ما سيقول إلى الفرزانة العامة للدولة وأبرمت مصر اتفاقا مع شركة إماراتية لتطوير مدينة الرأس الحكمة في الساحل الشمالي بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية مقابل 24 مليار دولار تدفع مقدما للهيئة و 35% من أرباح الشركة التي سينشئها الطرفان لتطوير المشروع ويعادل الجزء الذي ستحصل عليه الهيئة مقدما بموجب الاتفاق نحو تريليون و200 مليار جنيه بحسب سعر الصرف يوم الأحد عشر مارس وقد يتغير تبعا لتغير سعر الصرف وأضاف أن برنامج الطروحات الحكوميات مستمر بالتوازي مع اتفاق صندوق النقد الدولي وتستهدف الحكومة جمع خمس مليارات دولار من خلاله العام المالي المقبل وبحسب وزير الماليات فإن مصر ستحصل على ثلاث مليارات دولار من البنك الدولي ضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار تشمل تمويل صندوق النقد الدولي البالغ 9.2 مليار دولار وتمويلات من مؤسسات دولية تمويلات من البنك الأفريقي للتنمية وبانوك التنمية الجديد والجايكة وأشار إلى أن العجزة الكلية للموازنة ارتفع إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي مقارنة مع 5% من نفس الفترة من العام المالي السابق وأشار معيط إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة ترشيد وتصحيح وعلى الجميع تحمل الأوضاع هذا العام لعودة للاستقرار للاقتصاد القومي وقال إنه تم التوافق مع جهات الدولة لتثبيت أرقام العام المالي الماضي في موازنة العام المالي الجديد والذي سيبدأ في يوليو المقبل باستثناء ثلاث قطاعات هي الصحة وتعليم والإنتاج كالزراعة والصناعة والتي تحتاج إلى دعم الدولة لاستعادة عافياتها وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة حققت فائضة أوليا قدره 193 مليار جنيه في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماليات الحالية مقارنة مع 41 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي مع نمو الإيرادات 35% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية 38.3% وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 838 مليار جنيه في الفترة ذاتها وأوضح أن سعر الفائدة تسبب في زيادة فاتورة الفوائد على الدين الحكومي وزيادة العجز مع ارتفاع المصروفة بنسبة 51% إلى 1.994 تريليون جنيه وأكد أن مصر ليس لديها نية لطرح سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي رغم تحسن تكلفة مبادلة المخاطر لإتمانية وتراجعها للعقود أجل خمس سنوات إلى الخامس واثنين وعشرين دقيقة صباحا في المئة وفي سياق متصل قال أحمد جوجوك نائب وزير الماليات للسياسات المالية إن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت 21% نصفها من حصيلة التروحة حتى الآن وسجلت مصروفة حزمة الحماية للاجتماعيات زيادة سنوية 39% منذ بداية السنة المالية الجارية وحتى الآن في حين زادت مخصصات الصحة في الميزانية 37% وتعليم 27% كشفت صحيفة البورس أن جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة قطر استأنفى مفاوضات الاستحواذ على حصات الحكومة ممثلة في المصريات للاتصالات في فودافون مصر والتي تبلغ نحو 45% وأضافت مصادر وثيقات الصلة بالصفقة أن استئناف المفاوضات بداء بعد إتمام صفقة الرأس الحكمة وتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار إلى جنب عدم ممانعة الحكومة في التخلية عن كامل مساهمتها المملكة للشركة المصريات للاتصالات التي تمتلك وزارة المالية حصة الأغلبية بها وتابعت المصادر أن عملية طرح حصة إضافية من شركة المصريات للاتصالات ستستغرق بعض الوقت ولكن خطة وزارة الماليات لطرح نحو 10% منها ما زالت قائمة مرجحة أن تتم قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل وأشارت إلى أنه جار التفاوض على القيمة النهائية للحصة في فودافون متوقعة أن يتم الاتفاق في غدون أسابيع قليلة ووفقا لكتيب الرد على استفسارات المستثمرين الصادرة عن وزارة المالية كانت الوزارة تخطط للتخرج من مساهمة المصريات للاتصالات في فودافون قبل نهاية عام 2023 وتوقفت الصفقة بعد وصول السعر الصرف الجنيه أمام دولاري في السوق الموازية لنحو 70 جنيها مع عدم توفر السيولة الدولاريات مما أربك المفاوضات بين الطرفين حتى توقفت لمدة شهور بعد أن كان مقررا إتمام الصفقة قبل نهاية العام الماضي وفقا للمصادر ارتفع تضخم في مدن مصر خلال فبراير لأول مرة بعد أربع أشهر من التراجعات بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر أمس الأحد قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنويا مقابل 29.8% في يناير أما على أساس شهريا فزادت وطيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير في وقت لاحق أعلن البنك المركزي المصري أن معدل تضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلب زاد إلى 35.1% في فبراير من 29.8% في يناير الأنساء نديب رئيس البحوث في نعيم المالية قال الاقتصاد الشرق مع بولنبرج إن مؤشرات التضخم خلال فبراير رجاءت مخالفات لتوقعات جميع بنوك للتستثمار عند متوسط 25.1% مرجعا زيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء خاصة اللحوم وتكاليف الصحة والترفيه وأسعار التبخ الجهاز أوضح في بيانه أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16% خلال فبراير على أساس شهريا واللحوم والدواجر 25% والخبز 14.2% والألبان 12.8% وزيوت 14.1% والدخان 8.5% والرعاية الصحيات 11.3% ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع الستمائة نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي لتبح جماح التضخم وسمح بتحريك العملة لأول مرة منذ 14 شهرا لتبلغ بالبنو كما يقارب 50 جنة عذرا لقد تخطيط العدد المسموح به خمسة ألا وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم